ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا صباح الجمال وراحت البال على كل حبايب نجلاشين النهاردة هنعمل كاكتل برتقان مش معقولة يعني هيكون في مسم البرتقان ونعملش كيكة حلوة كده كلها برتقان في برتقان حاجة كده تعمها في منتهى الجمال هتطلع معاكي ان شاء الله نكحة وهشة وطرية وكمان اسفنجية واللون بتاعها جميل جدا بسم الله الرحمن الرحيم ركزي بقى معاكي في المكونات والطريقة علشان تطلع معاك الكيكة نكحة جدا انا معاكي 4 بيضات وكوباية ونص من السكر وكوباية بصعصير برتقان فريش وكوباية دي 3 ترباحة زيت والربع سامنة ودي معلقة كبيرة من خل الخل الابيض العادي وده بش برتقان وكيس بانيليا وكيس بيكين بودر وكيس التنج ومعاكي كده دول كوباية ونص من الدقيق ما نخليه المرة واثنين وثلاثة عشان يديكي نتيجة نكحة ان شاء الله تعالوا بقى نشوف هنعمل ازاي عشان تطلع معاك الكيكة في منتهى الجمال ونكحة بإذن الله معايا بقى فشافش ايه الخلاط او العجان او المضرب الكهروائي اللي المتوفر عندك وما فشافش ايه الخلاط احط كوباية ونص من السكر عليهم الاربع بيضات وعليهم زرف من الفانيليا واضربهم كويس جدا في الخلاط لازم يتضربوا كويس البيض مع السكر لحد ما اللون بتاع البيض يغير معايا ويديني القوام اللي هو الابيض اللي هو الابيض ده وكمان هيعمل معاك ازاي رغوة او فوم لازم يتضربوا بتاعها حوالي دقتين كده عشان يديكي قوام حلو وتطلع الكيكة معاك نكحة ان شاء الله تمام جدا كده شايفا اللون غير معايا زيه وبقى لون مبيض الحاجات دي كلها عشان تما تغمقش معاك الكيكة وتطلع معاك الكيكة سفنجية ونكحة جدا وبعد كده ضفت كوباية عصير البرتقان الفرش وده كوباية التلت ترباحها الزيت على ربع سمنة او براحة الخاص عايزة تحطي سمنة بس عايزة تحطي زيت وسمنة عايزة تحطي زيت بس او زيت وزبدة اللي متوفر عندك حلو جدا وحطيت معلقتين كبار من البشر البرتقان ومعلقة كبيرة من الخل انا عايزة اقول لك الخل هنا ده محسن جدا لأي كيكة بيحسن من مستوى الكيكة جدا وبيدهالك كده هشة وتبقى مفيها فراغات وكمان هنا انا حطيت معلقة كبيرة من عصير التنك او بودرة التنك بيديها بيعزز لونها جدا وبيدي طعم حلو جدا واضربهم برضو كويس جدا في الشفشق بالمنظر ده معايا بقى الوقت كده دول كبايتين ونص من الدقيق المنخلين حطيت عليهم رشة بسطة جدا من الملح وعليهم كيس فانيلي الكيس البيكن بودر كله او معلقة كبيرة مليانة من البيكن بودر ولازم ان اخلط البيكن بودر مع دي ووزع البيكن بودر كويس جدا في قلب دي الحركة دي برضو مهمة جدا ابدأ بقى الوقت اجيب اللي في الشفشق على دي واقلبهم كويس جدا ولازم ان تقلب كويس جدا من المضرب اليدوي علشان بيبقى شفيتها كتلات او فيه دي ماركون او لا اي حاجة لازم ان تضربه كويس جدا ونصيحة ومهمة جدا لازم لما تستخدمي البيكن بودر تستخدمي البيكن بودر نوع حلو او بش ماركون علشان ده برضو من الاسباب اللي بتغمي الكيكة معايا بقى السنية دي مقاس 26 مسحتها مسحة من الزيت وبعد كده بدرتها بالدقيق وبعد كده بصب عليها خاليط الكيكة ولازم ان الكيكة بتاحتك ما تبقى شمالية السنية على الاخر بتبقى مليانة 3 ترباحة بالشكل ده وطبعا دي حاجة معروفة اللي احنا قبل ما بنشتغل في اي كيكة لازم نكون مشغلين الفرن طبعا عندي الفرن سخن جدا وحطتها على الرف الوسطاني على درجة حرارة 180 هتاخد حوالي بتاع نص ساعة وخمس دقيق او تلت ساعة 40 دقيقة دلوقتي بقى هنحضر سوس البرتقان اللي هيتخل طعمه بيبقى لازيز جدا وناس كتير بتحبه دي كوباية عصير برتقان فريش حطت عليها معلقة كبيرة من النشا ومعلقتين من السكر وقلبهم كويس جدا وبعد كده برفحهم على النار لازم نقلبهم كويس جدا لازم نقلبهم كويس جدا النشا مدوب جدا مع العصير الكيكة طلعت من الفرن هي بالشكل ده عايز اقول لك شكلها وحلوة جدا ومرتفعة كمان ولازم نختبرها جبت طرف السكينة واختبرتها طلعت السكينة زي الفل يبقى كده كيكة بتاحت مستوية تكة حلوة جدا اعمليها انا جبت السنية وقلبت سنية الكيكة عليها بالشكل ده التكة دي حلوة اول ما تحركيش بقى السنية سيباها متغطية كده كده اكناها لسه في الفرن سيباها بقى لما تبرد خالص اكناها في الفرن وباش هتهبط معاك وقادي السوس البرتقان خلاص غلي معايا او بجبج معايا كده عالب وتجاز بالشكل ده وده كوام اللي انا عايزاه بيبقى كوامها خفيف كده ده طبعا للناس العشاء السوس البرتقان بيبقى طعمه حلو جدا طبعا بعد ما بنزله من العنار بادفله المكعب من الزبدة وقلبه كده طبعا من سخونية السوس ده الزبدة هتدوب على طول وديها تقليبة كده قفضيه بقى كده في طبق واسيبه لما يهدى معايا بالشكل ده كده عايز اقولك السوس ده طعمه في منتهى الجمال حلو جدا وطعمه حلو بجد وما تنساش معلقة التنك اللي احنا حطناها البودرة بتاعت التنك بيديله لون وطعم حلو قوي وده شكله كده خلاص الكيكة بردت معايا ودي الكيكة هي شكلها هي بعد ما طلعت اللهم مبارك حلو جدا شايفة مظبوطة ازاي اهم حاجة استخدام البيكن بودرة ما تكونش مركون معلقة الخلي دي بتبقى محسن جدا اللي دي ايه لما بتنخليه كذا مرة كل الحاجات دي بتبقى من اساس نجاحة الكيكة وطبعا حاجة معروفة برضو ولازم انا اكد عليها الكيكة بعد ما بحطها في الفرد باب افتحش عليها خالص اللي بعد نص ساعة او نص ساعة وخمس دقائل لغد عشان ابص عليها طبعا انا حطيت شوية سوس برطقان كده على الكيكة طبعا السوس معايا بقى دافي بس مش سخنة اول حاجة وبظهر المعلقة كده وزحت السوس كده على الوش طبعا في ناس ما بتحبش السوس ده قوي فانا يعني ما خطرتش حطيت حاجة بسيطة كده وخليت السوس على جنب كده عشان اللي حابب يزود وطبعا انا هقطع لكم حتة من الكيكة عشان تشفوها اللهم مبارك شايفة شكلها ماشاء الله الكيكة ماشاء الله مرتفعة واللونها بيش غامق وهشة جدا وطعمها حلو جدا عايز اقولك بقى الوقت كده السوس جنبية اللي عايز يقطع بقى ويزود السوس براحته خالص والكيكة طبعا ببورتقام بتبقى منقجح الكيكات وكمان بيبقى طعمها حلو جدا وخطواتها بسيطة وحلوة ويا رب بتاكلوها بألفة هانا وشافة